نتكلم على المباراة النهاردة أمام المقاولين العرب وأعتقد كلنا تبعناها وكان فيها نقاط مهمة جدا 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 طيب إحنا لو قسمنا المباراة لجزءين؟ الجزء الإيجابي والجزء السلبي دايما كل مباراة بيكون فيها أشياء نطلع منها بأشياء إيجابية وأشياء سلبي لو تكلمنا عن الجزء الإيجابي أعتقد أن النهاردة كان فيه إيجابيات كتيرة جدا جدا خلينا نتكلم الأول على مستوى الإدارة الفنية موسيماني أعتقد دي أول مرة موسيماني يعني المباراة يرجع فيها بشكل أو بآخر يعني أول مرة موسيماني كنا دايما بنبدأ بالتهديف في المباراة فيها تعادل الشروط الثاني بنبدأ نهدف لكن أول مرة نشوف موسيماني أو فريق النادي الأهلي متخلف وكمان بجنين في الشروط الأولاني ده يدينا علامة على تقييم برضو المدرب يعني هنتكلم على الإيجابيات وهارجع مع حضراتكم للسلباتي الإيجابيات إن الشروط الثاني شروط مختلف تماما من حيث الشراسة الهجومية خلق الفرص استغلال كمان الفرص بشكل كبير جدا بنتكلم على بعض النجوم اللي بينزلوا يعني زي ما بيقولوا بيأكلوا النجيلة طاهر محمد طاهر بيعمل شكل كويس محمد شريف نجم رائع بينزل يعمل الفارق بنتكلم على أفشة كل دي أشياء إيجابية فكر موسيماني في الدفع ببعض اللعيبة على المستوى اللجومي شوفنا مروان كمان النهاردة وتغيير طريقة اللعب خروج مثلا دي يونج موسيماني غير طريقة اللعب كذا مرة في خلال الشروط الثاني من 4-2-3-1 بدأ يلعب 4-1-4-1 في وقت من الأوقات كنا بنلعب برصين حربة بنتكلم على مروان وبنتكلم على صلاح محسن بنتكلم على عناصر إيجابية كتيرة جدا غيرت الشروط الأولاني وكان من الإيجابيات هي الإصرار والروح والعزيمة اللي ظهر عليها لعيبة النادي الأهلي بجانب الشكل التكتيكي الرائع زي ما بقول لحضراتكم تغيير طريقة اللعب بنلعب واحد بس قدام الأربعة بتوعنا بنلعب أربعة واحد أربعة واحد تغيير طريقة اللعب بلعيبة مناسبة ده شيء يحسب لموسيماني الجزء الإيجابي إنك بترجع عندهم إصرار إنك بترجع لمباراة بسرعة لأن الوقت كل ما كان هياخدنا قدام شوية كان هيبقى في تعصف فالعودة للمباراة بتلت أهداف في الشروط التاني ده شيء إيجابي جدا بعض السلبيات آه موجود بعض السلبيات عشان برضو نتكلم بكل أمانة السلبيات لسه بنتكلم على وجه النادي الأهلي في الشروط الأولاني من خلال بعض المباريات نفتكر المباراة الإنتاج الحربي بعض المباراة النادي الأهلي في الشروط الأولاني بيظهر بمستوى بيقلقنا شوي وبيخلينا قلقنا على المباراة استمر هذا السينايريو النهاردة في بعض السلبيات شوية نقدر نتكلم عليها مش هتكلم على علي لطفي كل السبورت العلي لطفي لأنه كان حارس عنده ممكنات كبيرة جدا طبعا الهدف الاولاني يعني لا يسأل عنه جزء كبير من الجني التاني نتكلم عليه لكن الأجزاء السلبية خلينا نتكلم أنه ما ينفعش أن فريتين تعمل كونتر أتاك عليك والهجمتين بجنين ده اللي عمله النادي المقولين النهاردة أنه كان بيقفل لكن عنده هجمتين راحوا بجنين ده نوع لازم يعني لازم النادي الأهل يكون على مستوى الدفاعي أفضل من كده كتير جدا الاستحواز لنا بشكل كبير جدا كمان بعض النقاط السلبية أعتقد من وجهة نظري أنه لسه كمان المفروض كنا دفعنا بمحمد شريف في الأول محمد شريف العيد مميز جدا واخد الثقة قريب جدا من الجون بوليا لسه عنده شوية الضغوط ممكن كان مشاركته في الشوت التاني على حساب محمد شريف أو على حساب أحد الثلاثة اللي بيلعبوا تحته فعايزين نتكلم إيجابيات كتيرة جدا اتكلمنا عليها الروح المعنوية الإصرار يا سهام العودة للمباراة مسيماني أول مرة بنشوفه في النادي الأهلي متأخر بهدفين وبيرجع للمباراة بشكل أكتر من رائع الإصرار والعزيمة اللي أنت تكلمت عليها ودي عادة النادي الأهلي لكن كل دوت خلينا برضو نكون صراحة مع السادة المشاهدين أن المباراة ما تقدرش أنت تخسر مباراة أو تخسر 45 دقيقة من المباراة المباراة 90 دقيقة وإحنا كمان دخلين على لفل أعلى شوية على المباراة كاس العامل الأندية مش هينفع تخسر جزء كبير من المباراة عشان تبدأ تعدل في شوت تاني لكن إجماليا أعتقد النهاردة المباراة في شوت تاني مباراة رائعة العودة للمباراة بشكل جيد جدا مسيماني تعامل مع الهزيمة في الشوت الأولاني بـ 2-0 اتعامل معها بشكل أكتر من رائع ما كاسب كتير جدا لكن تاني بنقول أن في بعض السلبيات ترجمة نانسي قنقر